تعمل ايه لو حصلت حريقة في بيتك وخاصة بسبب ماس كهربائي؟ ياريت تعمله شير للفيديو ده وتمنشنه لخمسة صحابكم عشان الكل يستفيد اول حاجة حاول تطفي الكهرباء بالكامل في البيت او على الاقل عن الجهاز اللي معمول بسببه الماس الكهربائي اتنين اياك ثم اياك ثم اياك تحاول تطفي الحريق بمية لان ممكن تكهرب الناس اللي في البيت لان الكهرباء بتكون شغالة وطفي الحريق بيكون بالقاء بطنية عن الحريق او بطفاية الحريق المعروفة لو تعذر عليك اطفاق الحريق اخرج بروا البيت انت وكل اهلك وما تنساش تقفل البيت وراك عشان الحريق يبقى محدود ومركز في مكان معين وبالتالي يسهل مهمة رجال الاطفاق ان هما يطفوه وما يتنقلش الحريق لشوء تاني او اباكن تاني اطلب المطافي على الفور وما تنساش الخطوة دي لان ممكن الحريق فجأة يبقى غير قابل لسيطرة عليه من خلالك ما تستسهلش الحريقة قدر الله الحريق مسك في هدومك تعمل ايه في قانون امريكي في الموضوع ده اسمه يعني توقف نام على الارض والضحرك يمين وشمال لحد ما تطف نفسك وما تهلعش وما تخفش ان شاء الله خير ومن اهم الخطوات اثناء الحريق انك تمسك قماشة بابلولة مية وتحطها على مناخيرك وتحاول تمشي وانت ماطي لان الدخان بتالحريق بيتكسف فوق فانت انزل على الارض على قدر المستطاع عشان تبعد عن التلوث اللي ممكن يخش رقتك ويدمرها دي كمان ناس بتنصح ان لو حريق في الشقة ومش قادر تخرج اقفل باب عليك في قوضة ممسهاش الحريق واتصل برضو بالاطفاق ما تهتمش لو انت نزلت كل اللي عندك في البيت انك ترجع تجيب حاجات قهيمة عندك في الشقة لانك ممكن ما ترجعش تاني لان الحريق في لحظة ممكن يكون غير قابل للسيطرة اطفال في شقة فيصل توفوا بسبب ماس كهربائي وغياب والدتهم اربع اطفال فقدوا حياتهم ربنا رحمه رب وهعملكم فيديو تاني مهم جدا لو عاوزين عن ازاي تتعامل مع تصرب سخان الغاز او الغاز اللي موجود في سخان الغاز هذه حادثة قاتلة لسه متوفية عروصة جديدة بعد ساعات من زواجها بسبب تصرب الغاز من سخان الغاز ربنا رحمه رب